شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لتحد هيئة مكافحة الفساد الإفريقية والمنعقدة خلال الفترة من العشرين إلى الثلاث والعشرين من يونيو عشرين اثنين وعشرين وذلك في بوروندي بعنوان حماية ثروات إفريقيا مكافحة الفساد وتدفقات المالية غير المشروعة وقد تضمن الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية عشرين اثنين وعشرين 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 وستة وعشرين ودور وكالات مكافحة الفساد الأفريقية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وفي نهاية الاجتماعات قامت الجميع العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 20-22-2025 حيث فازت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد كما فازت مالي بمقعد النائب الأول والكاميرون بمقعد النائب الثاني ووافق الاتحاد على طلب جنوب أفريقيا باستضافة الاجتماع السادس الاتحاد العام القادم